دايماً في كل مباراة ما يبقاش في رضاك كامل على الأداة بالنسبة للنادي الأهلي تتكرر الجملة دي هو حمد فتح كان أحسن للأهلي ولا إمام عشور رغم أن الراجل من وجهة ناصر النهاردة عمل واحدة من أفضل مباراة أو عمل مباراة جيدة جداً مع النادي الأهلي بس دايماً المكرنة دي بتتحط هما بروفايلين مختلفين وأشكرك على السؤال أنك أنت نسبته للأهلي هل مين مناسب للأهلي أكتر؟ طيب أنه في مشكلة في وسط ملعب النادي الأهلي وأنه اللعباً ما بتقديش الأدوار المطلوبة منها كان فيه انخفاض كبير لمروان اللي قدم مباراة مقبولة جداً بالنسبة للنهاردة انخفاض مستوى ديانج صابة عمر السولية ده خلى أنه حتى البروفايلز القريبة الشبه من حمد فتحي هي مش موجودة في الصورة فلما وكنش موجودة في الصورة فانعمال بدور على البروفايل اللي نقصني لكن إمامها هو بروفايل مختلف تماماً يعني إيه بروفايل يعني ستايل لعيب مهام ووظائف مختلفة تماماً عن حمدي إمام عشور قبل ما ييجي النادي الأهلي كنا موجودين هنا وكنا بنتكلم على وإمام موجود في ميتلند كنا بنتكلم أنه اللعيب الأكثر شمولية في وسط ملعب الكرة المصرية سواء بيلعب جوه أو بيلعب بره لعيب قادر على أداء المهام الدفاعية والهجومية مع وجود حلول وقدرة على الابتكار في الخط الأمامي شوية ليه بيطلع على الجناح لأنه بدأ حياته كجناح ناحية الشمال شوية ليه بيعمل البنتريشن اللعيب عنده القدرة على التزديد هل الحاجات دي متوفرة في العيبة كتير الإجابة لأ طيب النقطة الثانية هل حمدي فتحي كان بيعمل ده حمدي فتحي كان دوره الهجومي بنسبة 90% إلا فيما نضر بعض اللقطات الندرة منها مباراة الزمالك منها مباراة بيرامد اللي كان بيستخدم دايماً بس عشان القرات الهوائية أو القرات الرأسية طيب الطبيعي الطبيعي إن أنا لما رحت جبت مهاجم وده ساهم في إن الأدوار اللي بيعملها على حمدي فتحي اللي أنا بقيت جايب مهاجم عشان أستعيد عن ده جبت مهاجم مقداش لحد لوقتي وما استخدمتوش اللي هي الكرات الرأسية فرجعت أقول طيب الأدوار اللي كان بيعملها حمدي والزيادات اللي كان بيعملها في الكرات الرأسية أنا محتاجها ليه؟ لأن المهاجم اللي أنا جايبها عشان أحل المشكلة فبالتالي جبت امام عشور اللي عنده وظائف ومهام تانية خالص لو انا بقى كان عندي مهاجم ممكن تش هدور بقى على حيط تانية عند حمدي عند عند امام لان امام مش مطلوب منه يعمل ده على الرغم ان امام وتعال نشوف امام بيعمل كل حاجة في الملحب كل حاجة في الملحب امام بيعمل ادارة دفاعية بيعمل ادارة الهجومية بيشارك بيدخل جواهة 18 بينفرد بيعمل اسستات بيطلع عالجناح بيديك حلول وتاني هرجع اقول وهأكد عليها للمرة كتير امام موصلش موصلش انه يتجاوز 50% من قدراته مع النادي الاهلي خاصة القدرات البدنية دي كانت اول لقطة لامام او تاني لقطة لامام في المباراة كورة رأسية الرجل داخل مكمل فينا يا كريم داخل مكمل في مركز الفرود كريم فؤاد موجود على الخط الرجل الوينجرايت كهرباء داخل ناحية اليمين لانه كان فاتح مع كريم فؤاد نجمع معاه واللي داخل كمل هو امام عشور ادي مهم رقم واحد الرجل مكمل في مركز الفرود كمل لبعده الحالة اللي بعديها على طول يلا كرة دي طلع لعبة لكنها ايه كان كان حظه سوء جيد حارس ميدياما انها هي ما طلعتش يلا اللي بعد اللي بعد الحالة اللي بعديها امام عشور انفراد منين من الوينجليفت مش من مركز المهاجم من الوينجليفت باس طولي ممتاز من مروان عطية الرجل خاد في ظهر المدافع في المسافة ما بين الزهير الايمن وقال بيدفع الحالة اللي مين ودخل انفراد كان حظه سائل النهاجات في العرض التزديد من بره التمنتاشر خالص كمل كمل تزديدة حصلها بلوك بالمناسبة ضمن الكلام اللي كان بيكلم عليه شركة الستة وعشرين تزديدة اللي كانوا في المباراة منهم تسعة تعملون بلوك هما كانوا وقفين نهاردة كتير كانوا عاملين زحمة واخيرا ارجع معلش تان ارجع تان واخيرا احنا جبنا الراجل بيتواغل وبيعمل من ناحية الجناح بيكمل في مركز المهاجم بيعمل تزديد من بره التمنتاشر واخيرا صناعة الهدف بتاعة محمود كهرباء طب ده يوديني الفين وكمل ومشي اللعبة ده يوديني الفين انا دايما لما باجي اقيم اي لعيب تتفوت القراء ممكن لحد يقول لك هو كويس قوي هو كويس هو ممتاز سبعة تمانية الراجل هو لعيب مركز ثمانية مطلوب منه ادوار كتير جدا الادوار دي زي ما احناش قرناها للناس بيعملها ولا ما بيعملهاش بيعملها بايجادة ولا ما بيعملهاش اول ما هل ايه بيعمل واحد اتنين تلاتة اربعة اقول بيرفكت بيرفكت امام عشور اهم لاعب في وسط ملعب الناد الاهلي بخمسين في المية من قوته بخمسين في المية من طاقته امام عشور اهم لاعب وسط مركز ثمانية في مصر كلها وارجع اقولك تاني من دلوقتي قلتها قبل المشكلة بتاعته مع المنتخب ومشكلته مع المنتخب وبقولها تاني دلوقتي امام عشور موجود في كاسر امه الافريقية اللي جاية لانه ورقة مهمة جدا جدا لروي فيتوريا ورقة مهمة جدا لمرسل كلها ورقة مهمة جدا لأي مدير فن طيب الله يكرم حلو اول شكرا اول